قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلاكية في مصر جاد القاضي أنه لم يحدث زلازل مدمرة في مصر طوال تاريخها وهذا لا يعني أننا في مأمن منها لأن الزلازل ظاهرة كونية تحدث دون تحذير وضف القاضي اليوم السبت في مؤتمر صحفي أن مصر ليست ضمن حزام الزلازل وأننا قمنا بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية من الزلازل ناصحا جميع المواطنين بالاطلاع على الدليل الاسترشادي للحماية من الزلازل وأننا في مصر في مأمن من حدوث زلازل مدمرة وكان قد وقع أمس الجمعة زلزال بكوة أربعة رختر شمال محافظة السويس وقد شعر به سكان بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة القاهرة وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال سبعين وحتى تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها